هذه الصور الاحترافية التي تراها أمام عينيك التقطت بلا يدين قد يبدو الأمر غريباً جداً ولكن الأكثر غرابة هو أن صاحبها كان من الممكن أن يكون في عداد الموتة بلا أطراف، هكذا ولد أحمد ليقرر والديه وضعه في كيس قمامة ورميه بعيداً لو لا تدخل أقربائه وتكفلهم بمعيشته ليكبر الشاب ويدخل أكلية الحقوق ويحترف التصوير لا أهتم للماضي التعييس الذي عانيت كثيراً بسببه أحاول نسيان كل شيء والتركيز بالتصوير أذهب مع الكاميرا إلى عالم آخر وكل من يراني يعتقد أني ألتقط الصور بصعوبة ولكن في الحقيقة أنا لا أعاني من أي مشاكل في التصوير أحمد هو واحد من خمسين مصوراً عالمياً يشاركون اليوم في معرض أكسجين الذي يقام في مدينة إسطنبول للفت عناية المجتمع حول مخاطر التلوث البيئي بدأت التصوير منذ خمس سنوات وقصتي معه بدأت بالصدفة عندما أمسكت كاميرا تعود لصديقي أحب تصوير الطبيعة وتفاصيل حياة الإنسان المعرض يعنى أيضاً بقضايا الحروب والهجرات ويحوي أقساماً منوعة بعضها عن الطعام والآخر عن الإلكترونيات يركز المعرض أيضاً على مشاكل اللجوء ويتضمن صوراً للعديد من السوريين أثناء هجرتهم ومغادرتهم إلى بلدان أخرى فالمهرجان يواكب كل التطورات التي تحدث من حوله نقطة لالتقاء المصورين العالميين وفرصة لإلهام المصورين المبتدئين هذا هو هدف المهرجان الذي يقام ضمن مبنى تراثي قديم كان في السابق عبارة عن مشفى عثماني لطالما جمعت اسطنبول الفن من أطرافه سعية كلما سنحت لها الفرصة لاستضافة معارضة عالمية فيما يعد أكسجين الذي يقام داخل حناية هذا البناء هو الأبرز خلال الشهر الحالي لأورينت نيوز أروى الباشا اسطنبول